السلام عليكم طلاب السادس. اليوم راح نختم اليونت الثاني وناخذ الدرس السابع والثامن والتاسع والعاشر. أفهمك موش راح ناخذين؟ بالبداية نبدأ بالدرس السابع. الدرس السابع مجرد ما إلي ذكر بالأسئلة الوزارية أو شهرية أو نصف سنة. ما إلي تمارين خاص بنوعية الأسئلة التي راح يأتيك. لا بي إسقاطات لا بي توصيلات لا بي إملاء لا بي قواعد لا بي إلى آخره. هاي القواعد أو التمارين اللي عليه مجرد يعني التذكير بالبلاحظات والقواعد اللي أخذناها بالقواعد السابقة ما ليونت الثاني. قطعة أو كتاب أمان عليها شنو؟ عليها معاني ممكن ناخذها. أنت أخذ لي إياها. اكتب لي إياها الكلمة اللي ما تعرفها ممكن تجيك بالإسقاطات. خاف يعني يجيب لك إياها وأبد ما جاي منها. زين. عدنا تمارين. هذا تمارين تابع الأشياء القواعدين ما للشد وشد انت. عدنا تمارين آخر أيضا تابع للقيف عدفايس. ممكن ينطيك كلمة مننا أو جملة مننا يقول لك قيف عدفايس. ممكن يصيلك إياها بها الصيغة هاي. بس هي قلت لك ما جاي أبد من هاي التمارين. إذن الدرس السابع. نقدر نحتوره درس نشاط صفوي. مو درس ذات أهمية حتى يجينا بالوزاري. نعبر على الدرس الثامن. الدرس الثامن. هذا الدرس قبالك موجود لسن ايت بكتاب النشاط. يعني بالكتاب العادي. مو الكتاب الملون. كاتب لي. انظر إلى الرسوم الكارتونية بهذه الصور. وقل لك ما الخطأ أو ما أكفت شي خطأ بهذه الرسوم الكارتونية. بكل صورة أكفت خطأ معين. طلع لياها. طبعاً نحن واننا علاقة بهذا الحشي. اللي علينا الدرس هذا الدرس الثامن هو عبارة عن إسقاطات. شنو إسقاطات؟ أقول لك شنو إسقاطات. هذا راح يجيك لسؤال الثالث فرع. أي يعني ينطيك كلمات بالبوكس فوق. وقل لك نزل ليها هنا على جمل. انتبع عليك اللي زيان. الجمل كلها ما جاية مع عدة جملة الأولى. تكررت عندي مرتين. فقط الجملة الأولى بالدرس الثامن بالإسقاطات. تكررت عندي مرتين. نأخذ الإسقاطات ونأخذ معانيها. أول إسقاطة عندي أو أول كلمة. كيز بمعنى مفاتيح. هاي ممكن تعرفها. بارك بمعنى موقف السيارات. اللي توقف بسيارات. البارك هو نفسه. زين. بمعنى الأشياء الثمينة. الأشياء القيمة. زين. لايتس. هذا لايتس. تعرفون الأضواء. بريكس. بريك هاي الفرامل. يعني البريك نفسه. سبيدينج السرعة. زين. درايفينج لايسنس. لازم أنت تعرفها لأن موجودة عندي. وتكررته هواي. باليونة الثانية اللي جايين درسة. درايفينج لايسنس. بمعنى رخصة قيادة. يعني إجازة السوق. زين. نجع عليه نجملة جملة. نأخذ الإسقاطة اللي تجي بيها. بمعنى المحرك. إذا يعرفوه الشباب أو البنات تعرفها الجوزة اللي يدخل بها السويتش. هذا يسمونه إجنشن. يعني اللي يشغل المحرك والأجزاء مع السيارة. زين. إجنشن جاي على شكل إسقاطات. هينتبع عليها جاي أكثر من ثلاث مرات مرتين. ما أذكر بس أكثر من مرتين يمكن. نحسبها ثلاث مرات. يعني تكتب عليها مهمة. إجنشن بمعنى المحرك أو الجوزة اللي يدخل بها السويتش وتشغل السيارة. يقول لك لا تترك المفاتيح داخل السيارة. يعني داخل الجوزة مع السيارة. يقول لك قد يأخذها شخصا ويسرق سيارتك. لا تخلي السيارة مفتوحة ولا تخلي السويتش بالجوزة حتى لا حد يشغلها. إذن إجنشن تذكرها الجوزة. الإجنشن دائما تجي. قلت لك جاي أكثر من مرتين يعني ثلاث مرات. إجنشن دائما تجي ويهاي الجملة. don't leave your key in the فراغ in the ignition. زين. put your car in فراغ area parking. ممكن تجي. بس ما جاي أبدا. يقول لك لا ترك السيارة في موقف السيارات parking area. يعني بموقف السيارات الأساسي. موين ما كان بشارع ذبه. زين. أثيف يعني سارق. could smash the window and steal them. قد يهشم اللص النافذة ويسرقها. زين. النقطة اللي بعتها. don't leave the lights on. لا تترك الإضاءة مش تغلة. زين. the car battery power goes low. بطارية السيارة قد تنخفض. طبعا البطارية تنخفض إذا بقت السيارة بدون تشغيل واللايتات مالتها مش تغلة. هاي يعرفوها طبعا السواق. don't use the brakes suddenly. يعني لا تدوس الفرامل بشكل مفاجئ. غير تشبه إحنا وطلعنا من الجامعة. you can get a fine from traffic police. يقلك ممكن أن تحصل غرامة على غرامة مرورية. fine اسم جاية. مو fine بمعنى بخير. جاية اسم مسبوقة بأه. a fine بمعنى غرامة. from traffic police. بمعنى من الغرامة مرورية من الشرطة. got a driving license. driving license بمعنى رخصة قيادة. وقلنا جاهز السوق. ممكن تجيك على شكل شنو؟ على شكل اسقاطات. the license. الرخصة is essential for safe driving. الرخصة مهمة لقيادة آمنة. هذا الجمل اللي ذكرتهم هسا قريتهم بصورة سريعة وترجمت لك إياهن. هذا مجرد يعني الدرس يوضح لك يقول لك فسر لي ذن الصور. أو فسر لي هاي الصور الكارتونية. على شكل جمل. الآن فسرت لك إياهن هسا. الأهم بهاية هي على شكل اسقاطات. ذن الفوق. انتبه لعليهن. ممكن يجنك على شكل اسقاطات. ما جايات أبد. بس ال ignition جاية أكثر من ثلاث مرات. ومعناها الجوزة. الجوزة يعني المفاتيح تدخل بها. السيارة مثل ما قلت لك. الدرس التاسع. طشرنا دروسه على الدروس. يعني كل التمرين والدرس التاسع يسمونه تمارين test yourself. اختبر نفسك. فطشرنا دروسه. شون طشرنا. أخذنا التمرين مع الموضوع. وأخذناه هي الموضوعية. مثلا المنع والضرورة. أخذنا تمارين المنع والضرورة بالدرس التاسع. خليت لك إياه ويا الدرس المال المنع والضرورة. يعني تشارت لك إياهن على شكل ويا الدروس. ضاعا ويا الدروس. بقى الدرس العاشر اللي هو قطعة كتاب الرادار. قطعة الكتاب الرادار قطعة جدا مهمة. وهاي القطع ممكن تجيك على شكل صح والخطأ. فس خلنا نطلع قطعة الرادار. أو تجيك على شكل فراغات أو على أي شكل من الأشكال. زين. قبل أن أترجم القطعة. خلي شوفكم القطعة بالكتاب الشون صيغتها. هاي صيغتها وهذا شكلها اللي موجود بالكتاب. الدرس العاشر اليونث الثاني. سيكيوريتي تكنولوجي. معنى تقنية الأمن أو تقنية الأمان. ريدار. معنى الرادار. هذا جهاز الرادار اللي معروف عندنا. ممكن يصير داعره ويحدد الجسم اللي جاي. ممكن اللي شايفينه بالأفلام. وممكن هو جهاز يعتبر الشون المسدس. يقيس سرعة السيارة إن كان متجه عليها أو كان رايح منها. زين. إحنا فهمنا هاي الفكرة على الرادار. ناخذ الفكرة أو ناخذ الرادار بصورة مترجمة حتى نفهم القطعة. ريدار واز انفنتد. خل نقرأها بصورة سليمة. نقرأها كلمة كلمة حتى نعرفها. يقلك. ريدار واز انفنتد دورين وورد وورتو تو دي داكت إنمي ايركرافت. يقلك اخترع الرادار في الحرب العالمية الثانية. الاكتشاف. دي داكت بمعنى اكتشاف. اكتشاف الطائرات العدو. إنمي ايركرافت. معنى ايركرافت. معنى طائرات العدو. زين. السطر الثاني. and chips والسفن. after that. بعد ذلك. it was used for many other things. بعد ذلك استخدم باستخدامات عديدة أو لأشياء عديدة. including منها أو تتضمن هاي الأشياء. weather reduction. weather reduction. بمعنى تنبؤات الطقص. police officer starting using radar speed guns to catch speeders over 50 years ago. police officer. بمعنى ضباط الشرطة بدأوا باستخدام الرادار. رادار. مسدس رادار السرعة. للإمساك في speeders. للإمساك بالمسرعين. over 50 years ago. قبل خمسين سنة. although new technology is being developed today. يقلك على الرغم من تطور التكنولوجيا اليوم. developed. بمعنى تطور. اي نعم تطور. radar speed guns are still one of the most common tools in law enforcement. يقلك بقي الرادار. radar speed guns. بقي مسدس رادار السرعة. one of the most common. يقلك واحدة من أكثر الأدوات. tools in the law enforcement في تطبيق القانون. law enforcement بمعنى تطبيق القانون. هذا المقطع الأول اللي موجود عندنا بالقطع. إن شاء الله فهمته. فهمنا الترجم من موالته. أنا مقسم لك إياه نفس البالكتاب. هذا البالكتاب مقطع أول. نسويك إياه على شكل. هسه مقطع أول. فهمنا. نعبر على المقطع الثاني. مقطع الثاني. مقطع الثاني. إذا قال لي. a reader speed guns works by sending waves toward a car. هسه جاي على الشغل اللي يشتغل الرادار. على الشغل اللي يشتغل الرادار. يقل لي. مسدس رادار السرعة يعمل بواسطة إرسال. sending waves. بمعنى موجات. towards a car. يعني باتجاه السيارة. يعمل بأرسال موجات باتجاه السيارة. when the waves hit the car. عندما تصطدم هاي الموجات بالسيارة. the bounce or the bounce back toward the radar gun. يقل لك عندما تصطدم الموجات بالسيارة. ترتد bounce. ترتد toward. ترتد نحو مسدس رادار السرعة. هاي هو شي سوي الرادار. يضرب موجات نحو السيارة. و هاي الموجات ترتد المنت ترتد إلى الرادار. If the car isn't moving. إذا السيارة ما تتحرك. مع ذلك موجات الرادار. هي نفسها. هي نفسها التي تم إرسالها. يعني ما راح تتغير الموجات. إذا السيارة واقفة ما تتحرك. و وجه عليها أشعة المسدس للرادار. من راح ترجع. هي ترجع نفسها الموجات. ما راح تتغير الموجات. إذا السيارة واقفة. If the car is moving. however. the space between the radio wave chains. يقل لك إذا تحركت السيارة. إذا تحركت السيارة. إذا تتحركت السيارة. شبيهها تتغير المسافة بين موجات الراديو. The reader gun uses this information to collocate the speed of the car. يقل لك مسدس رادار السرعي. يستعمل هذه المعلومات لحساب سرعة السيارة. The reader gun works when the car is moving toward or away from them. مسدس الرادار يعمل عندما السيارة تتحرك باتجاهها. يعني toward باتجاه المسدس. أو شنو؟ أو ذاهب سريعا. Or away from them. أو بعيدة عنها. زين. So you can't avoid a ticket by speeding away. لذلك أنت لا تستطيع تجنب التكت تجنب التكت غرامة by speeding away بالسرعة أو بالحرب مسرعا. زين. نجعل المقطع الآخر. المقطع الآخر اللي هو المقطع الثالث. There are different types of reader guns. يقل لك هناك أنواع مختلفة من المسدس رادار السرعي. Some are handheld. يقل لك بعضها handheld بمعنى يمسك مغاصطة اليد. زين. And are shaped a bit like guns. وشكلها نفس شكل المسدس. They can be used by police officers who are waiting for speeders by the side of the route. التي يمكن استخدامها من خلال الأوفيسر من خلال الضباط الشرطة. الذين ينتظرون المسرعين بجانب الطريق. By the side of the route. يعني على جانب الطريق يوقفون الضباط. ويلكفون المسرعين اللي يلكفون خلال مسدس رادار السرع. Police officers can also use them from moving vehicles. يقول لك الضباط الشرطة يستطيعون أيضا استعمالها من خلال تحرك من خلال المركبات المتحركة. يعني وهم بالسيارة. وهم جاي يتحركون ممكن أن يستعملون مسدس رادار السرع لقياس السرعات ما للسيارة. ممكن يعني وهم يمشون والسيارات تمشي. يوجهون على أي سيارة ويبطيهم الرادار سرعة السيارة. In that case في هذه الحالة The radar gun takes into account the speed of the police vehicles. يقول لك في هذه الحالة يأخذ جهاز الرادار في الاعتبار سرعة مركبة الشرطة. Police vehicles يعني مركبة الشرطة يأخذ بهاي الحالة. يعني ويقي السيارات اللي تمشي بسرعة. بهاي الحالة يأخذ جهاز الرادار اعتبار سرعة مركبة الشرطة. يقول لك بعض يقول لك بعض الأنواع أو بعض المسدسات الرادار تستطيع أن تأخذ صور للوحات الترخيص. يقول لك بعض المسدسات السرعة أو بعض المسدسات الرادار تأخذ صور للوحات الترخيص As well as measured speed. ليقيسوا سرعة. مع هذا النوع من المسدسات that police don't have to stop the speeding car. يقول لك مع هذا النوع طبعا ما يحتاجون يعني يوقفون السيارة أو يوقفون الشخص المسرع. ليش؟ they use the information of the license. license بمعنى plate بمعنى اللوحة. لوحة الترخيص to identify the owner of the car. يقول لك مع هذا النوع من المسدسات الرادار السرعة. بعد ما يحتاج يوقفون السايق وتعجيب ودي وحضر عمامك وتصير عركة بين المرور والسايق. يقول لك هو يطق صورة للمن. يطق صورة للوحة. وبعد هما يسجلوها عيامهم. يقول لك they can use information of the license plate. فهم يستخدمون اللوحات الترخيص المعلومات للتعرف على الشخص مالك السيارة. وعلى معلوماته ويسجلوا للمخالفة على هذا الأساس. they then send him or her speeding ticket. وبعدين هما يرسلوا له شنو؟ يرسلوا له أو يرسلوا لها لأن دعم المخالفات من النسوان. زين. speeding ticket بمعنى مخالفة سرعة. زين. أو مخالفة تجاوز السرعة. هذا المقطع بالنسبة للمقطع الثالث يبقى لنا مقطعين. بعض الساقين يحاولون تجنب مسدس الرادار. لذلك هم لا يحصلون على مخالفة. زين. they use the reader detectors that detect if the reader guns is being used nearby. يقول لكم يستخدمون كاشف الرادار. جاءنا جهاز ثاني اسمه كاشف الرادار. هذا كاشف الرادار يستخدمونه المسرعين أو السواق. مو الشرطة يستخدمون السواق. ممكن يجيك تعريف وجايب الوزارة. زين. يقول لك reader detector هو يستخدم that detect الذي يكشف if a reader guns is being used nearby. يكشف شنو هذا reader detectors اللي كاشف الرادار. يكشف الرادار مع الشرطة. واذا شاف او حسب رادار مع الشرطة. ينبه السايقة سناخذه. this machine makes beeping. يقول لك هاي الآلة. تصدر beeping. تصدر البيب بيب. هاي الأصوات يعني زين. sound when they detect the reader gun. يقول لك هاي الآلة. تصدر beeping. تصدر أصوات البيب. عندما تكشف رادار. مسدس الرادار. and the driver slow down. وبعدين يخفف السرعة. اذا كشف رادار. طبعا السايق يتنبه. فيقلل السرعة السيارة. حتى لا يحصل على تيكت مخالفة. however مع ذلك. some police officer don't turn on their radar guns until they see a car that they think is beating. بعدين اكتشفوا هاي اللعبة الشرطة. قاموا يطفون الرادارات. حتى ما يكشفها شنو. ما يكشفها السواق بواسطة هذا ال radar detectors. ما يكشفها السواق بواسطة ال radar detector. فش يساون يطفون الرادارات. بس يحسون شون يلكفون المسرعين. يوقفون على جانب الطريق. وبعدين اذا حسوا اكوا سيارة جاي بسرعة. جاي كذا. يشغلون بسرعة. حتى ما يكشفهم ال radar detector. يقول لك اذا صار هذا. ذا ريدر قام مسدس الرادار. يقيس سرعة السائق. قبل السائق ان يعرف مسدس رادار السرعة موجود هنا. يعني قلت لك اذا هو واقف على جانب الطريق. ومطف الرادار السرعة السائق بعد. شون يعرف اذا لان الجهاز مالته ريدر ديدكتر. الجهاز كاشف السرعة ما يكشف السرعة بسرعة. لان تجي السيارة وبينما يكشف الرادارات اللي موجودة يما. الوضع شوي يختل عنده. فممكن الشرطي يلقف السائق المسرع بهاي الحالة. يقول لك بعد اكو مشكلة. اللي هي بعض الاماكن ريدر ديدكتر. اللي هو جهاز السائقين. كاشف الرادار. هو غير قانوني. يقول لك ممكن هو يكون غير قانوني ببعض الاماكن. ممكن تحصل غرامة لامتلاكك واحد من هاي الاجهزة. بعض الاجهزة الرادار يمكن ان ترتكب مستيكس ترتكب اخطاء. وان السائقين يحصلون على مخالفات لا ينبغي ان تفرض عليهم. مع ذلك هناك لا توجد اخطاء اذا استخدم مسدس السرعة بصورة صحيحة من قبل الشرطة. والشرطة او ضباط الشرطة are trained ويتدربون عليه to use them بشكل صحيح. there are also rules about reader guns maintenance. يقول لك هناك بعض القواعد حول صيانة شنو مسدس الرادار. if the reader guns are checked and fixed regularly. يقول لك اذا مسدس الرادار. checked فحصه يعني fixed ويصلح. they are an essential tool in helping keep our roads safely. يقول لك هاي اداة اساسية لمساعدة على حفظ essential بمعنى اساسي. tool اداة للمساعدة على الحفاظ على طرقنا آمنة. هذا بالنسبة لقطعة الرادار. وهي اجزائها وهي فهمها بالنسبة للترجمة مالتها. زين نعبر على الشيء الاهم للقطعة. الشيء الاهم للقطعة هو هذا الشيء التمرين. هذا التمرين شباب وبنات دير بالكم عليه. لان هذا كل شيء مهم. مهم جدا جدا. التمرين مالتنا شيء يقول يقول لك true or false. صحيح يقول له هذا صح لو خطأ. بس وهذا جاي وهو بالوزاري. شي يقول لك يقول لك true or false. يعني سوي له هاي الجملة صح لو خطأ. او هاي الجملة حسب قراءتك حسب فهمك صح او خطأ. اول جملة. police. خلينا نساويوا بالوقع البيضة حتى توضع عدكم. زين. police department don't use reader guns anymore. true or false. يقول لك police department قسم الشرطة لا يستخدم مسدس رادار السرعة بعد الآن. هذا هس من خلال ترجمتك للقطع. يستخدمونه لو لا. محنا قلنا قبل خمسين سنة هما يستخدمونه ولا زالوا يستخدمونه على الرغم التطور الحاصل بالعالم. زين. الاجابة مالتك راح تكون false. النقطة الثانية. النقطة الثانية. طبعا هاي جاية هاي النقطة الأولى. radar guns can only calculate the speed of a car moving toward them. يقل لي مسدس الرادار فقط يستطيع حساب سرعة السيارة التي تتحرك باتجاهه فقط. نحن قلنا باتجاهه وإذا كانت سريعة أو طالعة قبل. فكل الاتجاهات ممكن أن يقيس سرعة السيارة. إذن الإجابة مالتها false. النقطة الثالثة أيضا جاية بأحد السنوات للدول الثالث على ما أعتقد. هاي النقطة الثانية. بعض المسدسات الرادار يقل لك بعض المسدسات الرادار. هي تشبه أو تشكل أو تشبه المسدس. طبعا هي طبعا تشبه المسدس إذا شايفيها سأخلي لكم صورتها قدامكم. المسدس الرادار يشبه المسدسات أو يشبه السلاح. النقطة هاي طبعا هم جاية ثلاث مرات أربعة على ما أتذكر. هذا قلنا شنو؟ هذا خاص بمن؟ خاص بالسائقين. كاشف الرادار makes a beeping noise if the sense a reader being used in the area. يقل لك هذا كاشف الرادار يصدر beeping. يصدر شنو؟ يصدر beeping الصوت. نويز أو ضوضاء if the sense إذا تحسسه مسدس رادار يستعمل في المنطقة. طبعا true طبعا صحيحة. النقطة اللي بعتها there are two main problems with radar detectors. يقل لك هناك مشكلتان رئيسيتان في radar detector طبعا صحيحة. النقطة هاي صحيحة مثل ما قرأينا القطعة. النقطة الساسية some people think radar guns don't work. يقل لك بعض الناس يعتقدون بأن مسدس الرادار أو مسدسات الرادار لا تعمل بشكل جيد. هذا المقطع الأخير طبعا صحيحة. The police must be trained to use a radar gun correctly. يقل لك الشرطة يجب عليهم أن يدربوا لاستخدام مسدس الرادار بصورة صحيحة. طبعا الإجابة معلتها true صحيحة. النقطة الأخيرة radar guns don't need any maintenance. maintenance معنا صيانة. يقل لك مسدسات الرادار لا تحتاج أي صيانة. طبعا خطأ لأن حتى البشر يحتاج صيانة. فهذه النقاط لازم تحفظها على الغيب مثل ما ترجمت لك إياها مثل ما هي موجودة هنا. لأن هذه كل موجودة وأيضا تأتيك بأسئلة أخير السنة أو نصف السنة أو شهريات. نأتي على الأسئلة المحتملة للقطع. ممكن يقول لي متى اخترع الرادار. when was a reader invented. متى اخترع الرادار. أنت وراء الحرب العالمية الثانية. during أو خلال الحرب العالمية الثانية. during war war was. خطأ بالكتاب مالتها. to طبعا مثل ما قريناها بالسطر الأول. النقطة الثانية. what a reader used for. إلا استخدامات عدة بس أغلب الاستخدامات يستخدمونها وين. يستخدمونها بال detect enemy aircraft. بكشف طائرات العدو. on chips وسفن العدو. weather production. بتنبؤات الطقص. وبعد taking a picture of a car license. التقاط صور لرخصة السيارة. and measure its speed. وقياس سرعتها. يقول لي. why did police officers start using reader speed gun. and when. ليش يستخدمونه. ليش يستخدمون مسدس رادار. وش وقت يستخدموه. زين. to catch speeders. هاي ممكن تحفظها للامساك بالمسرعين. over 50 years ago. منذ خمسين سنة. مضت. زين. النقطة اللي بعتها. how does reader speed gun work. كيف يعمل مسدس رادار السرعة. قلنا يعمل بواسط إرسال موجات. وهي الموجات ترجع له. شون نترجمها. by sending radio waves. بإرسال موجات رادوية. towards a car. باتجاه السيارة. and they bounce back. to it. يقول لك. وبعدين. هاي الموجات اللي يطلقها. مسدس رادار. ترجع. المن. ترجع للمسدس مع الرادار. what are the types of reader speed guns. ما هي نوع مسدسات السرعة. يقول لك. يقول لك. بعضها. some are hand held. بعضها. شون. يمسك من خلال اليد. are shaped a bit. and some are shaped a bit like guns. وبعضها يشبه المسدسات. أو يشبه الأسلحة. زين. what are reader detectors. ما هو. كاشف الرادار. أو كاشفات الرادار. قلنا الخاص بالسائقين. machines used by drivers. آلات تستخدم من خلال drivers. السواق. to detect if the reader speed guns is being used nearby. يقول لك. ممكن يقول لك. هاي أداة. أو آلة. أو أجهزة. تستخدم من قبل السواق. لتكتشف. إذا أكو شنو. إذا أكو مسدسات الرادار. حتى يطفي. أو ينصي سرعة السيارة. why do some people claim. power to reader speed guns. لماذا يشتكي. أو لماذا يزعم بعض الناس. أو يشتكي نعم. لبعض الناس من مسدسات رادار السرعة. لأنهم. because reader speed guns can. يقول لك. can make mistake by they. and they get tickets. يقول لك. بسبب أن مسدس الرادار. ممكن أن يحصل بها أخطاء. وممكن يحصلون. ticket من خلال الخطأ. زين. what are the rules. about reader speed guns maintenance. ما هي قواعد صيانة مسدس رادار السرعة. by checked and fixed regularly. خلال فحصها. وتصليحها. بانتظام. زين. define a reader speed guns. ممكن يجيك. يقول لك. عرف مسدس رادار السرعة. this is a tool which is used for helping keep our roads safely. يقول لك. ممكن هي أداة أو آلة. تستخدم لحفظ طوارئ طرقنا بصورة آمنة. لمساعدة على حفظ طرقنا آمنة. زين. how do you. how do the police officers know that the car is speeding. كيف يعرف ضباط الشرطة أن السيارة تسير بسرعة. when the space between the radio waves change. عندما تتغير مساحة بين الموجات. يعرف أنه هناك يصار أكفد خرق للسرعة. هاي أهم الأسئلة اللي متكررة بالوزارة. واللي أعتقد ممكن تجيك هاي السنة أو بغير سنة. بنصف السنة بالشهري. ممكن تجيك أضافة للتمرين الخمس أو ست نقاط سبع نقاط. فانتبه عليها كله زين. نأخذ بعض الأسئلة الوزارية. ونختم محاضرتنا ونختم اليونة الثاني بهاي المحاضرة الأخيرة. نأخذ بعض الأسئلة الوزارية حتى نتعود على النمط الوزاري ويصير عندنا سهل. زين. السؤال ممكن يجيك. رادار محافظة عليه. يقول لك ممكن أن يكون الرادار محافظ عليه. أو يشتغل بصورة صحيحة. إذا محافظة على النمط الوزارية. يعني من خلال شنو؟ من خلال أصلاحه وتفحصه بانتظام. زين. بعض الأسئلة الوزارية محافظة مثل الوزارية. هذي قلنا ممكن يجيك على شكل صح وخطأ من التبرين. طبعا هي الإجابة مالتها. شنو؟ الإجابة مالتها؟ صح. لماذا يستخدمون الشرطة مسدسات رادار السرعة؟ طبعا ليش يستخدمونها؟ للقبض على المسرعين. الجملة اللي بعتها يقول لك المسدس الرادار لا يحتاج إلى أي صيانة. طبعا خطأ. حتى البشر يحتاج إلى صيانة. نفس الجملة أدتها عليك. في هذا الشكل. زي. ريدر سبيد جان يمكن أن يتحرك إذا يتم إستخدموا وفقوا عبارة. صحيح أو صحيح. يقول لك نفس الجواب ما بالفوق. يقول لك هو ممكن أن يحافظ عليه. ممكن أن يشتغل بصورة صحيحة. إذا فحصه أو أصلحه بصورة دورية أو بصورة منتظمة. يقول لك يستخدم طباط الشرطة المعلومات على لوحة الترخيص لمعرفة مالك السيارة طبعا صحيح. حسنا. حسنا. الجملة اللي وراها من قرائنا القطعة وفهمناها. الأسئلة الوزارية تسلست عندنا. طبعا فوس. يقول لك لا يستخدمون ضباط الشرطة بعد الآن مسدس رادار السرعة طبعا هو يستخدمونه لحد الآن. فالإجابة مالتها فوس. هذا ممكن سؤال جديد علينا. يقول لي أستاذ مني هين جبت هذا الجواب؟ هذا الجواب جبته من القطعة. جبته من الصفحة الأولى. يقول لي المقطع الأول. ريدر سبيد قانس ها لا تزال واحدة من أكثر العدوات شيوعا لتطبيق القانون. زين. ريدر سبيد قانس شنو سندي؟ قلنا شيرسل هذا؟ يعني موجات راديوية باتجاه السيارة. ريدر سبيد قانس هذا طبعا يقول لك ريدر سبيد قانس يجب عليهم أن يتدربوا على استخدام ريدر سبيد قانس طبعا بصورة صحيحة طبعا صحيح. لازم يتعلمون شون يستخدمونه. زين. كيف يعمل مسدس رادار السرعة؟ هذا السؤال اللي طيثك يا قبل شوية. هاي الأسئلة. هاي الأسئلة الوزارية. حاول أنت تجاوبها. حاول تكتب ليها. أو تخليها بصورة قدامك. على فهمك جاوبها. زين. واضح؟ أيضا عندي ورقة أخرى على أسئلة مسدس رادار السرعة أو الرادار. هاي الورقة أيضا أسئلتها متكررة هاي. ومهمة جدا. لذلك أنا أطلب منك أن تصورها وتحلي إياها. كملتها ممتاز جدا. الحل مالتها قبالك. طقلها صورة هاي. هذا الحل جواب. وأيضا هذا الحل اللي خاص بمن. اللي خاص بأسئلة الأسئلة الوزارية مع قطعة الرادار. اللي هنا انتهى عند اليونت الثاني. أخذنا وزارياته وكملنا ملاحظاته. وأخذنا تمارينه والقطع اللي به. جزء جزء بترتيب معين. ممكن يساعدك جدا بفهم اليونت ككل. زين. اللي هنا انتهى عند اليونت قلنا. فيبقى عندنا فد أمر واحد اللي هو الإنشاء. الإنشاء يختلف من مدرس المدرس. ومن طالب طالب طريقة حفظه لهذا المدرس. طبعا أنا ما أفرض عليك إنشاء واحد أو إنشاء معين. وأقول لك حفظه. لأن كل الإنشاءات كل الأساتذة على راسي. كلهم كاتبين إنشاء راقة جدا. ويعبر عن الدرجة الكاملة بالإنشاء إن شاء الله. إذن إن شاء الله بدرس الجاي راح نبدأ بد اليونت الثالث. أيضا نفسها على أساس الدروس. ناخذ وزارياته ونحل تمارينه. ونفهمهم بصورة تامة 100 بالمية. ونقبرنا أي كلمة أو أي حاجة بالمنهج مالي الإنجليزي. أشوفكم باليونت الثالث إن شاء الله.